بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سعيد بأن ألتقي بكم من جديد في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج مع الصحابة الكرام لنواصل سويا الحديث عن هذا الجيل الرباني الفريد وعن أهم ما ميز حياته من جهد جهيد ومن خدمة ومن فضائل ومما أسداه بشكل عام لهذا الدين وللإنسانية جمعا شخصية اليوم تتعلق بالصحابي الجليل أسعد بن زرارة هذا الصحابي الذي كان له دور عظيم في نشر الإسلام وفي إقناع بعض الكبار الذين كان لهم شأن عظيم بين قومهم وأهلهم لإغناء هذا النقاش ولتسليط المزيد من الضوء على هذه الشخصية المباركة يحضر معنا الشباب الذي نشكره جزيل الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التنشيط لهذا اللقاء الماتعي بإذن الله تعالى يحضر معنا حاتم عائشة زينب كوثر زينب دعاء هذه الحلقة أعزاء المشاهدين كما أشرنا إلى ذلك تتعلق بالصحابي جليل أسعد بن زرارة بإسهامه في خدمة هذا الدين بأهم فضائله بأهم الخدمات التي أسداها لهذا الدين الحنيف وللمجتمع الإسلامي بعدما استفاد أي ما استفادة من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النماذج التي ندرسها والتي نقدمها ليس القصد منها هو أن نقف على الأخبار والروايات فحسب وإنما نريد من هذا كله أن نمر إلى ما يتعلق بالعبر والعظات وما من شأنه أن يفيدنا في تربيتنا وفي توجيهنا وفي الانتفاع والاستمداد من قيمهم وفضائلهم وأفضالهم ومما أسدوه من خير وفضل للإنسانية كلها هذا الموضوع المتعلق بالصحابة الكرام هو موضوع ذو شأن موضوع ذو مكانة في التفكير الإسلامي وفي العقل المسلم لأننا عندما نتحدث عن الصحابة الكرام فإننا نتحدث عن الأمة من حيث تاريخها ومن حيث بدايتها ومن حيث أهم أساس قامت عليه هذه الأمة حول هذا إن شاء الله تعالى سنوسع دائرة النقاش ولسيما مع هذا الصحابي الجليل صحابي هذه الحلقة أسعد بن زرارة حاتم تريد أن تقول شيئا تفضل؟ كما نعلم أستاذه فقد عانى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوان الله عليهم من مختلف أنواع التعذيب والاضطهاد ولكن كما نجدهم صابرين تابتين على نصرة الدين الإسلامي غير مبالين لمختلف العذاب الذي يقابلهم من طرف كفار قريش فهل يمكنك أن تخبرنا عن الدور الذي لعبه هذا الصحابي الجليل في نصرة الدين الإسلامي وإعلاء راياته فوق رواب كفار قريش نعم شكرا الحاتم على هذا الملحظ الدقيق المتعلق بهذا الصحابي الجليل أسعد بن زرارة صحيح أن لهذا الرجل دورا عظيما في نشر دعوة الإسلام ويكفيه فخرا أن علماءنا اعتبروه أنه أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم صافحة فهذا يكفيه فخرا وشرفا ثم إنه كذلك قد أدى دورا كبيرا في توسيع دائرة الإسلام بحيث إنه بما أتاه الله تعالى من عقل ومن فكر ومن ثبات استطاع أن يقنع الكبار ولسيما ما يتعلق بسيد الأوس والخزرج بسيد الأوس والخزرج بالإيمان بهذا الدين الجديد وبالاقتناع بمبادئه وقيمه ثم إنه وهذا معروف كذلك إنه كان مستشارا لمصعب بن عمير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النشاط الذي ميز أسعد بوأه مكانة كبيرة عظيمة في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فأسعد كان ذا شأن وكانت له مرتبة غالية نفيسة في صفوف المسلمين ومن ثم فإننا عندما نتحدث عن تاريخ الإسلام ولسيما في بداياته الأولى فلا يمكن أن نمر مرور الكرام دون ما الحديث عن أسعد وعن إنجازاته وعن جهاده وعن عمله كوتر لديك سؤال طبعا أستاذ قرأت في أحد الأحاديث أن أسعد بن زرارة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت واشرط لربك ما شئت ماذا يعني هذا الكلام أستاذ؟ هذا الكلام يعني كما أشرت بنيتي كوتر أن هذا الرجل كان قد وضع نفسه وماله وعقله وكله رهن إشارة هذه الدعوة الإسلامية الجديدة هذا أيضا من مظاهر الجهاد والتضحية التي أبان عنها الصحابي الجليل أسعد بن زرارة هذا الكلام كان في إطار بيعة العقبة حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التقى أناسا التقى بعض الناس الذين جاءوا إلى هذا الرسول يستفسرون عن أمره وعن شخصه وعن دعوته وعن هذه الرسالة التي جاء مبشرا بها فحينما كان ذلك النقاش عبر أسعد عن انخراطه التام في هذه الدعوة عندما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد تلك الشروط التي يريدها هذا النبي الكريم من هؤلاء الذين سيعتنقون هذا الدين فعلا هذا الكلام يدل على استعداده إلى الانخراط التام وإلى الجهاد التام في دعوة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن تلك الأمور التي ينبغي أن تكون لدى هذا المعتنق الجديد لهذا الدين بحيث إنه أخبرهم أن الذي يريد هذا الدين فينبغي أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن لا ينازعوا الناس أمرهم ثم بيّن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الأخرى التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء المؤمنون الجدد ثم في هذه اللحظة قام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا من جهة أخرى حيث قال وماذا تريد منا أو ماذا نريد منك يا رسول الله أو هذا الذي طلبته منا من الإيمان ومن أن ندافع عنك بحيث إنه قال لهم في تتمة الكلام بحيث إنه قال لهم في تتمة الكلام بأن تمنعوه أي أن تنصروه مما تمنعون منه أهلكم وأنفسكم وذويكم ثم بعد ذلك قام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ونحن ماذا ننتظر منك وماذا ستعطينا يا رسول الله مقابل هذا الذي طلبت منا فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم النصر والجنة أي أنتم إذا سرتم وفق هذه الأمور والشروط التي ذكرت لكم فإنكم ستظفرون بشيئين أساسين أما الأمر الأول فيرتبط بالدنيا وهو نصر وعزة وتمكين وأما في الآخرة فالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذن فهذا يؤكد على أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أرضاه كان مستعدا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الثمن مهما كان الثمن وهذا يؤكد التضحية ويجلي الجهاد الذي كان عليه هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه زينب لديك سؤال نعم هل يمكنكم أستاذي أن تحدثونا عن أهم فضائل هذا الصحابي الجليل وأهم الصفات التي كانت تميز شخصيته نعم شكرا زينب على هذا السؤال هي التي صنعت هؤلاء الرجال الأماجد هؤلاء الرجال الذين كرسوا كل ما في وسعهم من أجل أن يبنوا هذه الأمة وأن يجعلوا منها أمة شاهدة على الأمم الأخرى أسعد بن زرارة على غرار الصحابة الكرام كان رجلا مستقيما كان ورعا كان تقيا كان عدلا كان شجاعا كان مقداما هذه الصفات كلها اجتمعت في هذا الرجل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما سيما وأنه قدم خدمات جليلة حيث إن هذا الرجل كان السبب الرئيس في إسلام العديد من الناس ولا سيما ما يتعلق بالأوسي والخزرج ولشك أننا نعلم أن مصعب بن عمير كان له دور كبير في هذا الأمر حيث إن أسعد كان إلى جنبه وحيث إنه كان دائما يقدم له المعطيات التي على أساسها ينطلق مصعب الذي هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا نعلم كذلك أن أسعد قد وضع بيته رهن إشارة مصعب من أجل أن يكون مقرا للدعوة ولمكان المشاورات ولتقديم كل المعلومات والأخبار التي تتعلق بمصاري الدعوة إلى الله جل علا وهذا كله يؤكد على أن لأسعد مكانة وفضلا في تاريخ المسلمين وأنه قام بضور عظيم بضور كبير في نشر الإسلام وفي الوقوف إلى جنب صف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الحق حاتم تريد أن تضيف شيئا تفضل شكرا أستاذي إذا تأمننا في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن غايتهم الأسمى وهاجسهم الأساسي هو نيل شهادة في سبيل الله عز وجل فعلى عكس الآوينة الأخيرة نلاحظ أن جل الناس يخافون من الموت ويهابونه فهل هذا راجع إلى أن الناس في هذه الفترة يتحدثون فقط عن عذاب القبر ولا يتحدثون عن نعيمه يتحدثون عن الجهنم ولا يتحدثون عن الجنة التي سيجازينها بها الله عز وجل هل يمكنك أن تخبرنا قليلا في سياق هذا الموضوع شكرا الحاتم حيث إنك أشرط إلى نقطة مهمة جدا والتي تتعلق بالفرق الحاصل بين السلف ولسيما في عهد الصحابة الكرام وبين الخلف ولسيما ما يتعلق بجيلنا اليوم في هذا الزمان فعلا الصحابة الكرام كانوا يستفرغون وسعهم من أجل أن ينالوا رضا الله جل علاه ومن ذلك أن يموتوا في سبيل الله تعالى بمعنى أن ينالوا الشهادة وهذا الأمر لم يعد حاصلا في اقتناء لسبب رئيس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث عن تسلط الأعداء على أمة الإسلام كما تداع الأكلة إلى قصعتها كما جاء في الحديث حيث بيّن أن السبب الأساس إنما يكمن في حب الدنيا وكراهية الموت أولئك السلف كانوا يحبون الآخرة وكانوا يحبون الموت ولم تكن الدنيا تمنعهم من تحقيق هذه المكرومات على العكس في هذا الزمان الذي سيطرت فيه الدنيا على قلوبنا وعششت في نفوسنا فأضحى الإنسان يهاب الموت وأصبح يحب الدنيا حبا كثيرا ولكن ليس على هذا أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تعالى هو أن يفكر الناس فقط في الجهاد الصحابة إذا صنعوا هذا فلأن المرحلة تقتضي ذلك لأنهم كانوا يبنون دولتهم ولأن الأعداء كانوا يتربسون بهم الدوائر من خلال الاعتداء عليهم بمختلف صنوف الاعتداء أما وأننا في هذا الزمان أصبحنا نعيش فترة تتميز بأمور أخرى فنحن نحتاج إلى جهاد بمعنى العام نحتاج إلى جهاد بالمعنى العام لأن الجهاد لي يعني دائم من القتال وهذا خطأ كثير من الناس يخلطون حيث إنهم عندما يسمعون الجهاد فإن عقولهم تذهب إلى القتال وهذا غير صحيح الجهاد مفهوم عام عندما تجتهد في العلم فأنت مجاهد عندما تجتهد في نفع أمتك فأنت مجاهد عندما تؤدي وظيفتك أحسن أداء فهذا جهاد عندما تسعى إلى أن ترفع شأن أمتك وأن تدافع عن وطنك وأن تسعى إلى تقديم كل فضل وخير لهذه الأمة فأنت مجاهد أما القتال فهو زاوية ضيقة من زوايا الجهاد ولذلك المسلمون اليوم مطالبون بأن ينتفعوا من الصحابة الكرام بأن يستعملوا ما هو متاح في عصرهم لنصرة الدين ونصرة القيم فأنتم جيل اليوم أنتم الشباب ينبغي أن تجتهدوا في دراستكم في علمكم في أخلاقكم في خدمة أساركم وفي خدمة عائلاتكم وفي الاشتهاد من أجل أن تكونوا من الذين سيسهمون إن شاء الله تعالى في بناء غد مشرق ومستقبل ظاهر لهذه الأمة بهذا تكونون مجاهدين حقيقيين ولذلك قال القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا علماؤنا يقولون المقصود هنا بالجهاد وجاهدوا أنفسهم بالانتصار على أهوائها وشهواتها ونزواتها بتذيبها وتربيتها لكي يصلوا إن شاء الله تعالى إلى العلا وإلى الشمخ ولا يمكن أعزاء المشاهدين أن نصل إلى هذه القمم وإلى هذا الشمخ إلا بالانتفاع من قيم هؤلاء الأماجد هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم فعلا مدرسة وأعظم بها من مدرسة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم وبأعمالهم وبباركاتهم لم يبقى لي إخوة المشاهدين إلا أن أقول لكم أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه وأشكر كذلك الشباب الحاضر معنا الذي أغنى هذا اللقاء وإلى حلقة قابلة بإذن الله تعالى مع صحابي آخر من الصحابة الأجلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر